اشتركوا في القناة وما انتباه الكثير من الناس ان الصحف في البلدان الصحف والمجلات ووسائل الإعلام في البلدان المتطورة البلدان اللي حكوماتها تحترم شعوبها وتعمل لأجلها قد لا تجد يعني قد لا يجد الصحفي لا يجد المحرر لا يجد المخبر خبرا او موضوعا يكتب عنه يثير اهتمام الناس بشكل كبير الا ما ندر لان كل الامور ماشية في طريقها وعلى سكتها وهناك اجهزة رقابية وهناك اجهزة فلترية وهناك حكومات ترعى والسلطة الرابعة سلطة مراقبة اللي هي انا اقصد الصحاف والإعلام سلطة مراقبة يعني تبقى جاهزة واندقيتها جاهزة لكنها لا تجد شيئا لكن في العراق يعني حدث ولا حرج لا تحتاج الى هذا اينما التفتت ستجد مواضيع عديدة ستجد خرابا ودمارا تكتب عنه وانت لست يعني سلطة الرابعة لان لاحد يسمعك في البلدان تلك لها لها يعني صحافة لها ثقلها لها وزنها وتأثيرها في العراق لا شيء همشوا كل شيء وجعلوها فوضى وخراب ودمار وامتلكت الأحزاب فضائيات وصحفوا ومجلاتوا صحفيين ومصيبة فبالتالي في العراق يعني اينما مثل ما قلنا اينما التفت ستجد مئات بل آلاف المواضيع اللي تتكتب عنهم ليكونوا مست البريطانية يعني عن بلدهم ربما يكتبون محررين هناك والصحفين وكل الصحفة الغربية اولا ما تكتب عن حفلات عن مناسبات عن عرضة زياء ما اعرف القضية سباحة ما اعرف منه لكن في التقاريرها الخارجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تكتب عن بلدان كثيرة من ضمنها العراق ما يشيب له رأس الوليد فليكن مست البريطانية كتبت عن في آخر يعني سبوع الماضي كتبت عن حركة المرور في بغداد وحركة المرور في بغداد قضية أخرى من القضايا التي ترسم صورة لما يحصل في العراق منذ عام 2003 اللي حد الآن أولاً علينا أن نقول أنه بغداد مع الأسف الشديد هذه عاصمة العاصمة العباسية عاصمة الدولة الإسلامية العاصمة التي شعت على الدنيا خيراً وعلوماً وثقافةً وكان كل الناس يأتون إليها اللي فيها جامعاتها وفيها مدارسها والناس تتعلم فيها وتزداد منها علماً وثقافةً ورؤيةً وفنً وكل شيء وخلقاً وعدباً الآن الآن واحدة من أسوأ عاصمة الدنيا في العالم وكل كل الإحصائيات السنوية التي تصدر بغداد تظهر أسوأ عاصمة في الدنيا من حيث المعيشة العاصمة الأسوأ ومن ضمن هذه الأسوأ ملامح هذه العاصمة الأسوأ هو نظام حركة المرور في بغداد وبعد أن كان العراق يمتلك أحدث أنظمة النقل في الشرق الأوسط هذه بشهادة كل الدنيا واحد من أفضل أنظمة النقل في منطقة الشرق الأوسط كلها خلال عشرين عاماً رغم الموارد الكبيرة كل سنة أكثر من مئة مليار دولار موارد النفوط لكن كم يصرف على الطرق على الجسور على بناء الطرق والجسور لا شي هناك تدمير متعمد لنظام النقل في العراق بغداد مصممة لكي يعني أعلى نسبة نفوس فيها 3 ملايين الآن يعيش في بغداد 12 مليون فيها الآن أكثر من 3 ملايين سيارة وشوارحها مصممة لتسعب يعني أقصى شيء 200 ألف سيارة طيب الآن أكثر من 3 ملايين إلى 4 ملايين ربما 5 ملايين سيارة وهي مصممة لـ 200 ألف سيارة في أعلى المستوعات ما هذا الغضب ولم تضاف طرق ولم تضاف جسور ولم تضاف ترك كل شيء على ما هو عليه وطبعا قضية السيارات أنتم تعرفون البطالة كبيرة والشباب أغلبهم والكبار عندما لا يجد فرصة للعمل يذب لشرع سيارة يعني ويعمل بها للعجرة تاكسي وإذا بعدد السيارات يصل إلى 5 ملايين سيارة هم يتحدثون حكومة تحدث عن 3 ملايين مرور لكن العدد يعني بإحصاءات كثيرة تحدث عن 5 ملايين سيارة إضافة إلى سيارات النقل هذه اللي ماكوا طرق خارجية طرق هذه الدائرية فتقطع بغداد من شمالها إلى جنوبها من جنوبها إلى شمالها من غربها إلى شرقها ومن شرقها إلى غربها داخل العاصمة وهذه تؤثر كبيرا كثيرا وكبيرا يعني المواطن اللي يذهب إلى عمله يحتاج إلى ساعته ربما أو أكثر ربما تلس ساعة للوصول إلى عمله يعني إذا ساعات عمله ساعة ثامنة صباحا تبدأ عليه أن يخرج ساعة خامسة صباحا نبيته حتى يصل وربما لا يصل قطوعات وطبات ومصائب إضافة إلى هذا الطرق الخارجية كارثة كبيرة في عام واحد وعشرين حصلت 8286 حادث هذه هذه بإحصائيات مدية المرور العامة في العراق تقول أنه عدد الحوادث التي حصلت في العراق على الطرق الخارجية 8286 حادث راح ضحيتها توفع بها 2152 شخص يعني بمعدل 22 حادثة باليوم ومعدل 6 أشخاص يموتون في كل يوم هذا بأي بلد موجود يجي مصيبة في عام 2022 عدد الحوادث العام اللي يمض عدد الحوادث كما تقول مدية المرور العامة 6890 حادث بمعدل يزيد عن 18 حادث في اليوم توجي بحياة أربعة أشخاص وخمسة أشخاص يومية هذه يعني يعني طريقة أخرى أو أو باب آخر لقتل العراقين قتل بالميليشيات والذبح والمصائب الكبيرة والعصابات هذه العياء وبالأمراض وبالكعابة وبالانتحار وبالمصيبة الكبيرة الآن المرور يقتل الناس بهذا الشكل فهذا وضع الحكومات كل الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن لم تعمل أبدا لإدامة الطرق والجسور لفتح طرق والجسور وطرق والجسور أخرى يعني وصارت الطرق لها تسميات عند العراقيين يعني أبسطها يسمونها الطرق الموت كثير من الطرق يسمونها طرق الموت لأنه فيها تخصفات فيها على الطرق غير معبد غياب السياج الأمني طرق سيئة مطبات تقاطعة لا تعرف يعني لا احترامة للمرور فيها فأنت أمام حالة تشكل جزءا من يعني البعض يزعى ليش تقولون على بغداد أسوأ مدينة بالعالم يعني لاحظ المرور والزحامات المرورية لاحظ الحوادث المرورية لاحظ تخريب السيارات كثرة السيارات كثرة كارثة هذه كبيرة هذا جزء من الصورة هذه جزء واحدة من المعايير التي يضعونها لقياس سوء هذه المدينة يعني حسن هذه المدينة هذه المدينة من أفضل المدن وهذه المدينة من أسوأ المدن هذه هناك معايير واحد من المعايير هذا ونحن نمتلك في العراق أسوأ معيار أسوأ يعني حركة مرورية في العالم المدينة مختنقة والأعداد تزيد والسيارات تزيد والطرق إيهية والأموال لا تصرف إلا للفساد والخراب والبعض يتحدث عن نهوض وتطور ومعرف منه لأنه بنو مول هناك وبنو مطاعم هنا وكأنه قالوا العراق كان ينقصهم وهذا كل اللي يصار في العراق وجدت أمريكا وعبرة البحار والأطلسي وجابت مئات الآلاف من جنودها ودمرت العراق وقتلت مليون ونوص وجابت كل هذول الحرامي والفازدين اللي يحكم العراق وجابت إيران اللي تتغوى العراق من أجل أنه العراقيين يصير عدم مولاة يصير عدم مطاعم أكثر هذه كل القضية أما أن يكون عندهم تعليم جيد خدمات جيدة طرق جيدة حدائق جيدة لا هذه غير موجودة صناعات جيدة زراعة جيدة لا أبدا سيادة واستقلال واحترام هذه غير موجودة علماء يخترعون شيء أساتذة جامعات ومدارس ويوم معلم محترم هذه غير موجودة غير مطلوبة أنا مطلوب من عندنا نسوي مولاد وسوي مطاعم والباقي يعني لا أحد يتحدث عنهم اللي يتحدث عنه يقولوا لأنت طائفي وأنت ضد المعرف منه ضد الديمقراطية ضد الحرية ضد المعرف منه يقتلوا ويذبوا بالسجن وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة